السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبع علاجات منزلية للتهابات اللثة حلول بسيطة من بيتك اهلا بكم في حياة صحية النهاردة هنتكلم عن مشكلة شائعة وممكن تكون مزعجة جدا وهي التهابات اللثة المشكلة دي بتحصل غالبا بسبب تراكم البكتيريا والويحات على الاسنان وده ممكن يسبب مشاكل اخطر لو تجاهلناها علشان كده جايبين لكم النهاردة السبع حلول منزلية بسيطة ممكن تساعد في تخفيف التهابات وتقويت صحة اللثة وكمان هتعرف شوية نصايح لوقاية وحماية اللثة اسباب التهاب اللثة قبل ما ندخل في العلاجات تعالوا نعرف اهم الاسباب اللي ممكن تؤدي للتهاب اللثة اول حاجة تراكم البلك والجير على الاسنان تاني حاجة العادات الغذائية السيئة زي الاكل اللي فيه سكريات كتير تالت حاجة اهمال تنظيف الاسنان بانتظام رابع حاجة تدخين اللي بيأثر بشكل كبير جدا على صحة اللثة والاسنان خامس حاجة ضغط العصبي اللي ممكن يضعف المناعة ويأثر على صحة الفم العلاجات المنزلية للتهاب اللثة اول حاجة الملح والمية الدفية الغرغرب محلول الملح من اسهل واسرع العلاجات لتخفيف التهاب اللثة طريقة الاستخدام نخلط نص معلقة صغيرة ملح في كوب مياه دافية ونتغرغر بيها لمدة 30 ثانية وبعدين نشطف بمياه عادية نكرر العملية دي مرتين يومية تاني حاجة صودة الخبز تعتبر مضاد طبيعي للبكتيريا وبتساعد في تقليل التهاب اللثة طريقة الاستخدام نخلط معلقة صغيرة من صودة الخبز مع شوية مياه لحد ما يبقى معجوم ونستخدمه مرة اسبوعيا ثالث حاجة زيت جوز الهند زيت جوز الهند له خصائص مضادة للبكتيريا وبيحافظ على صحة الفم طريقة الاستخدام بنحرك معلقة كبيرة زيت جوز الهند في الفم من 10 ل20 دقيقة وبعدين نتخلص منه ونشطف بالماء الحاجة الرابعة الشاي الأخضر الشاي الأخضر بيحتوي على مضادات الأكسدة اللي بتقلل الالتهابات وبتدعم صحة اللثة طريقة الاستخدام ممكن نشرب 2 إلى 3 أكواب يوميا أو بنستخدمه كغرغرة أو مضمضة الحاجة الخامسة جل الصبار جل الصبار معروف بالخصائص بتاعته المهدئة والمضادة للبكتيريا طريقة الاستخدام نضع جل الصبار على اللثة لمدة 10 إلى 15 دقيقة ونشطف بالماء نكرر الموضوع ده مرتين يوميا الحاجة الستة ودي حاجة مهمة التوم بيحتوي على مركبات مضادة للبكتيريا وفعالة للتهابات اللثة والأسناد طريقة الاستخدام بنمضع فص توم أو نخلطه مع زيت جوز الهند وبنستخدمه كمعجوب طبعا مع تجنب الإفراط علشان نتجنب رائحة الفم الحاجة السبعة زيت القرنفل زيت القرنفل مهدئ للألم وبيقتل البكتيريا طريقة الاستخدام بنحط قطرات من زيت القرنفل على قطعة قطن ونسيبها على اللثة لمدة 5 إلى 10 دقائق وبنكررها مرتين في اليوم نصائح للوقاية أول حاجة التنظيف اليومي للأسنان مرتين يوميا على الأقل واستخدام خيط الأسنان ثاني حاجة زيارة طبيب الأسنان بانتظام لتنظيف الجير الحاجة التالتة تجنب التدخين أو التقليل منه لأنه بيأثر على صحة اللثة بشكل كبير جدا الحاجة الرابعة شرب كمياك كبيرة من المياه ده بيساعد في إزالة بقايا الطعام اللي ممكن بتسببه البكتيريا الحاجة الخامسة تناول طعام صحي زي الخضروات والفواكه الغنية بفيتامين سي اللي بيقوّل لثة دي كانت سبع علاجات منزلية سهلة وبسيطة بتساعدكم في التخلص من التهابات اللثة بتحفظ بها على صحة اللثة على المدى الطويل لو عجبتكم النصايح دي ما تنسوش تعملوا لايك وتشاركونا تجربتكم في التعليقات وتشتركوا في القناة علشان يوصلكوا كل جديد من قناة حياة صحية